اللي عمل الحكاية دي كم اسم معروفين وظهروا جديد معانا جداد على الإقاع يعني انتوا فهمين إزاي؟ وابتدى دول يتخاني معاهم ناس تانية اللي هم كانوا مسكين التوكيل بتاع مصر لكن واضح انه فيه كذا شخصية وأسماء جديدة وأشكال جديدة وكلهم أساميهم قبلية تايتلز كبيرة مرعبة مطلعة بتفهم يا جماعة الخير أنا أقول قولي هذا في تلاتة وعشرين أهم حاجة السنة دي كلمة واحدة ما فيش غيرها اسمها الثقة أعلمني إن أنا لقيت ناس مثقفة ناس محترمة مصدقة الورقة اللي شافوها دي وابتدوا يابنوا لدرجة إنه فيه معارضين من اللي بيقباضوا قالك لا يا جماعة هو آه إحنا النظام ده بنكرهه بس ما يعملش كده شوف يعني المعارض وصل اللي هو بيقبض اللي بيشتغل برة عند ناس قالك لا 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 أيوة أيوة يعني إحنا بنكره الإدارة دي والبلد دي ورئيسها ولكن ما يوصلوش لكده فلقى ناس من أبناء البلد من الناس اللي عايشة معانا من الناس اللي عارفة بلدنا يقول لك آه ما هم بقى عايزين يبيعوا إيه يا جماعة هو فيه حد يعرف يحط اسمه على عقد زي ده مش ما يعرفش يمضي ما يتحملش المسئولية التاريخية ما فيش حد يعمل كده يعني ما فيش حد يعرف تاريخاً يعمل في نفسه كده ما حدش يعرف مهما كان مهما كان بيفكر الاستمرار